موسيقى السلام عليكم هل مكة المكرمة هي مركز العالم أو ربما حتى مركز الكون ربما يتفجأ البعض منكم من هذا السؤال ويقول نحن نعلم أن الأرض كروية طبعا لا علينا من جماعة الأرض المسطحة أما دامت الأرض كروية فأي نقطة من على الأرض تعتبر مكافئة أو مماثلة لأي نقطة أخرى لا مكة ولا لندن ولا أي مكان آخر يختلف عن الأماكن الأخرى كل نقاط كرة هي متشابهة أو متساوية وقد يتفجأ الناس الآخرون ويقولون هذا الكلام معروف ناقشه علماء كثيرون يعني عليه كتابات عليه محاضرات ولقاءات حوارية بالتليفزيون هذا أنت الآن وصلك هذا الكلام لا هو لم يصني الآن هذا الكلام ولو أنه كلام يتجدد ويعود من حل آخر بأدلة أو حجج أنا أسميها إدعاءات إضافية كل مرة حتى مؤخرا يعني عاد الموضوع هذا كتب فيه ناس يعني كبار يعني مشاهير علماء معروفين لا أذكر أنا أي اسم لا أريد أن أذكر أي اسم يعني لأنني لا أريد التجريح في أي إخوة مهما كانت اعتباراتهم ومهما كان اختلافنا معهم ويعودون ويقولون مثل هذا الكلام ويكتبون فيه ويظهرون على التليفزيون وأثرت أن أتحدث في هذا الموضوع هذه المرة لأن بعد أسبوع أسبوعين ستناسب الذكرى الأولى لوفاة شخص عزيز وشخص مهم جدا في عالمنا هو الدكتور حسن باصرة رحمة الله عليه توفي يوم 7 أكتوبر من السنة الماضية 2016 وأردت أن تكون هذه الحلقة يعني تحية له ورحمة له إن شاء الله من باب يعني علم ينتفع به لأنه كتب منذ حوالي 5-6 سنوات كتب مقالا يعني تعرض فيه لهذه الإدعاءات بشكل منهجي دقيق بل يعني أول مرة أنا أعرف دكتور حسن باصرة ويعرفه كثيرون من أصدقائنا الفلكيين والفيزيائيين والعلماء وهو كان يعني من مدينة جدة سعودي رجل طيب جدا رجل مؤدب آخر أدب ولكن في مقاله هذا وسنعطيكم الرابط حتى تراجعوه إن شئتم يعني كان قويا جدا وحست كأنه يعني خلاص بلغ معه السيلو الزبا يعني صار يتكلم بحدة ويرد على الناس خليني أذكر لكم يعني بعض من هذه الإدعاءات التي أنا عندما رجعت الموضوع بحثت قليلا تحضيرا لهذه الحلقة وجدت ما لا يقل عن عشرة أفكار كلها خاطئة مكتوبة بشكل يعني قوي بالدعاءات يعني مفاجئة مدهشة من طرف ناس كما قلت مشهورون ناس يحملون شهادة الدكتوراه وناس معروفين لدى العامة مثلا واحد أن إذا نظرنا إلى اليابسة على الأرض ننسى المحيطات إلى اليابسة وتوزيع اليابسة نجد أن مكة هي في المركز ثانيا أن مغناطيسيا مكة تجد نفسها هي في المركز وأن خطوط المغناطيس والأشعة الكونية كأنها تنطلق أو تصب في مكة ثالثا أن من مكة إلى خط الشمال يعني إلى القطب الشمالي إلى النجم القطبي مكة هي المكان الوحيد الذي يمكن الوصول به إلى النجم القطبي من على الأرض وطبعا هذا كلام يعني لا يستقيم وقاله ناس يعني يفترض أنهم ذو علم كبير يعني أساتذة جامعيين ونحن نعرف أن هذا يعني اتجاه الشمال واتجاه النجم القطبي يوصل إليه من أي مكان على الأرض على الأقل من النصف الشمالي للكرة الأرضية رابعا النسبة الذهبية سأعود إلى هذا أن مكة في موقع هاي المكان الوحيد على الأرض الذي تتحقق فيه خطوط العرض على الأقل وربما خطوط الطول تحقق فيه هذه النسبة الذهبية الشهيرة 1.618 خامسا أن مدرجات الهبوط والإقلاع لمطارات العالم كلها تتجه نحو مكة سادسا أن مياه الأرض تصب في مكة وهذا الذي يفسر في زعمهم في ادعائهم أن ماء زمزم ماء بئر زمزم يكون دائما ويظل غزيرا على طوال العصور سابعا أن أشعة الشمس تتعامد فوق الكعبة المشرفة مرتين في السنة وهذا الكلام طبعا يحدث لأي مكان على الأرض مرتين في السنة لكل الأماكن على الأرض التي تقع بين خطي المدار السرطان ومدار الجدي أي مكان في هذه المنطقة الواسعة يحدث له هذا التعامد لخطوط لأشعة الشمس فوق تلك النقطة كانت كعبة أو غير كعبة مرتين في السنة أن هناك شعاع يضيء السماء ينطلق من البيت العتيق هكذا قال بعض الإخوة وهذا طبعا كلام تخريف لا أساس له من الصحة أن مكة هي مركز الطاقة الكونية لا يوجد شيء في الفيزيو وفي العلم بأسره يسمى الطاقة الكونية هذا دعاء باطل بل سخيف بل مضحك وعاشرا أن مكة هي أول بقعة ظهرت على اليابسة قبل ملايير السنة كل هذا الكلام طبعا لا أساس له من الصحة لا علميا ولا منهجيا ولا ثقافيا بل وصل الأمر أنه سنة 2008 نظم مؤتمر في مدينة الدوحة بعنوان مركزية الأرض بين النظرية والتطبيق كيف بنى النظرية والتطبيق؟ النظرية فهمنا هذه الأفكار أو على الأقل علمنا ما هذه الإدعاءات كلها التطبيق أن الإخوة في الأخير في مؤتمرهم هذا خرجوا بتوصية أعلنوها للعالم يعني تداولتها وسائل الإعلام بما فيها البي بي سي أن علماء العرب والمسلمين يطالبون بتغيير خط الطول المرجعي اللي هو خط جرينيش إلى خط مكة لماذا؟ يعني كلنا نحب أن لو كان خط المرجع للعالم بأسرية وخط مكة مكة هي مدينة المقدسة العظيمة هي قبلتنا إلى آخره لكن في زعمهم أن مكة هي المدينة الوحيدة التي تتجه فيها الخطوط منها إلى المدينة المنورة إلى الشمال ولا تنحرف فيها خط المجال المغناطيسي وهذا الكلام غير صحيح نعود الآن بتفصيل قليل لبعض من هذه النقاط الرئيسية هل مكة هي فعلا مركز اليابسة؟ هذا الكلام يعود إلى حوالي أربعين سنة كان دكتور مصري لكن عاش فترة سنوات في الرياض كان يعمل في جامعة الملك سعود هو أستاذ بروفيسور يعني وكان عميد لفترة ألف أو نشر بحثين هو أستاذ جغرافيا نشر بحثين قال إذا أسقطنا خريطة الأرض ونظرنا فيها إلى اليابسة ووضعنا مكة هي في المركز سنجد أن الدوائر الكبرى أكبر دائرة يمكن رسم دائرة كبيرة تحوي كل اليابسة وتكون مكة هي المركز ولا يحدث هذا لأي مكان آخر على الأرض قال يعني نصف قطر بحوالي ستة الاف سبعة الاف كيلومتر ستجد أن الأرض كلها موجودة في هذه الدائرة التي مركزها مكة المكرمة هذا الكلام غير صحيح لأنه أعيد الحساب يعني في السنوات الأخيرة مع جوجل أيرت مع البرامج الكمبيوترية الجغرافية الموجودة لدينا الآن بدقة عالية وهناك مثلا بحث قام به أخونا الأستاذ عز الدين كسابر حسب فيه هذه الحسابات ستظهر لكم كل هذه الخرائط خريطة الدكتور كمال حسين كمال الدين وخريطة التي وضعها الأستاذ عز الدين كسابر ستظهر لكم ووجد مثلا الأستاذ كسابر وجد أن المسافة بين مكة إلى أقصى شرق سايبيريا في الشمال الشرقي هي 10.070 كيلومتر أقصى مسافة في نحو الجنوب الشرقي إلى شرق نيوزيلندا 15.660 يعني فروق شاسعة أقصى مسافة إلى الغرب هي غرب الساحل المكسيكي 14.100 كيلومتر أقصى مسافة إلى الشمال الغربي إلى أقصى آلاسكا 11.260 كيلومتر وهكذا بمسافة مختلفة فترون أن هذه المسافة تتراوح من 10.000 إلى 11.000 12.000 14.000 15.000 16.000 تقريبا في أقصى فهذا الكلام علميا حسابيا بيانيا غير صحيح ثانيا مكة والاتجاه المغناطيسي والجغرافي أولا كما قلت أي مكان على الأرض يمكن الاتجاه به نحو نقطة الشمال ثانيا لكن الادعاء هو أن هذا الاتجاه إلى الشمال هو نفسه الاتجاه نحو الشمال المغناطيسي وأن مكة المكرمة في زعمهم هي المكان الوحيد على الأرض الذي لا يوجد فيه انحراف بين الشمال الجغرافي وبين الشمال المغناطيسي وهذا الكلام غير صحيح أيضا سنعطيكم رابط أيضا سيظهر لكم على الشاشة بحيث يمكن للإنسان أن يذهب بنفسه ويبحث في أي نقطة على الأرض ويحسب له هذا الموقع مباشرة ما هو الميل بين الاتجاه المغناطيسي وبين الاتجاه الشمال الجغرافي مكة الآن ثلاثة درجات وثلثة تقريبا الفرق بينهما ليس صفر يعني مثلا أنا نظرت إلى الشارقة درجتين نظرت إلى الجزائر تقريبا درجة عمان أربع درجات لندن هي تقريبا صفر يعني تقريبا صفر لندن يعني أقل من الصفر قليلا هذه الزوايا هذا الفرق بين الاتجاه الجغرافي للشمال والاتجاه المغناطيسي للشمال يتغيروا عبر الزمن بل مكة كان الاتجاه الجغرافي والمغناطيسي متطابقا في سنة 1920 قبل ذلك كان الانحراف يصل إلى 13-14 درجة وتناقص إلى أن وصل الصفر في سنة 1920 ثم صار الآن في الازدياد ووصل إلى ثلاث درجات وثلثة تقريبا فهذا الكلام يعني هذا إدعاء باطل أن مكة هي المركز المغناطيسي وأن الأشعة الكونية تتجه نحو مكة يعني هذا الكلام أيضا يعلمه كل من درس شيئا من الجغرافيا أو من الفلك ويعرف توزع الخطوط المغناطيسية حول الأرض بين القطبين ويعرف كيف أن الأشعة الكونية تأتي وكيف أن الخطوط المغناطيسية تأخذ بها نحو الاتجاهين القطبيين في الشمال أو في الجنوب فهذا الكلام غير سليم إطلاقا بل يعني للطرافة وحتى أذكر أحد أصدقائنا الأخ الكريم مع صديقنا العزيز الأستاذ عدنان قاضي وهو ابن مكة وهو ولد في مكة ويعيش في مكة الآن يعني قبل بضعة سنوات عندما سمع هذا الكلام أن عالما أمريكيا عاش في السعودية ودرس هذه الأمور ووجد أن مكة هي المركز المغناطيسي فرسله رسله يا دكتور أنت عشت في السعودية ويقال لنا هنا أنك وجدت كذا وكذا فرد عليه بالإيميل وهذا الكلام نشره الأستاذ حسن بصورة رحمه الله عليه رحمه الله فرد عليه قال له أن فعلا أنا عشت في السعودية وكنت عالم جيولوجيا ودرست التربة ودرست أماكن متعددة لكن لم أدرس مكة ولا لي علاقة بالمجال المغناطيسي ولا يوم الأيام دعيت أن مكة هي المركز المجال المغناطيسي فهذا الكلام يعني عيب أن يتداول مثل هذا الكلام النسبة الذهبية ربما أقوى نقطة يرتكز إليها جماعة بركزية الأرض هي أن موقع مكة على الأرض يحقق النسبة الذهبية ما هي هذه النسبة الذهبية؟ النسبة الذهبية هي هذا الرقم 1.6.1.8 الذي هو ما تقول إليه نسبة أرقام في بوناتشي ما هي أرقام في بوناتشي؟ إذا أخذنا واحد ثم أضفنا إليه واحد يصير اثنين ثم واحد نضيف إليه اثنين يصير ثلاثة ثم الثلاثة يضيف ثلاثة صاروا خمسة ثم الثلاثة أو الخمسة نضيفهم صاروا ثم ثم الثمسة أو الثمانية يعني كل رقمين متتاليين نضيفهم ثم ننظر في النسبة بين هذين الرقمين نجد أن النسبة بسرعة يمكن لكم أن تحسبوها تجدوا أنها تأول تصير تقريبا ثابتة 1.6-1.8 وقال علماء الرياضيات والمفكرين عبر التاريخ أن هذه النسبة ذهبية لماذا ذهبية؟ ما معنى ذهبية؟ أنها تحقق أقصى الجمال قال لك عندما تتحقق هذه النسب في مبنى مثلا أو في مساحة أو في أشكال وأنها موجودة في الطبيعة وأن الله تعالى الخالق يعني كان يعلم أن هذه النسبة تحقق الجمال واعتمدها في كثير من الأشياء بما فيها الأجسام البشرية مثلا قال لك إذا حسبت مثلا نسبة هذه المسافة من العينين مثلا إلى الذقن هنا من طول الرأس كله فهذا الطول إلى هذا الطول نسبته إذا وصلت إلى 1.6-1.8 فيكون معناه أن هذا الجسم هذا فيه مواصفات رائعة جدا وأننا نجد أن هذه المسافة إلى هذه المسافة وأن مثلا هذه المسافة إلى هذه المسافة وهذه المسافة إلى هذه المسافة كون هذه المسافات فيما يقولون تحقق هذه النسبة الذهبية هذا الكلام غير دقيق هذا الكلام غير دقيق كل واحد فيكم ممكن يقيس في نفسه أو يقيس حوله أو يقيس في أي أشياء ويجد أن هذه النسب حقيقة يعني تقارب أحيانا 1.6 ولكن لا تصل إلى هذه الدقة ربما الأجسام الوحيدة القليلة جدا في الطبيعة التي تحقق هذه النسبة ربما تبدو لنا رائعة وجميلة وربما لدينا حس بهذا النسبة وأنها تحقق الجمال طيب بالنسبة لمكة قال لك إذا حسبت المسافة من مكة إلى القطب الجنوبي وقسمتها على المسافة بين مكة والقطب الشمالي ستجد أنها تحقق هذه النسبة الذهبية راح تحسبتنا يا سيدي المسافة هذا نرجع إلى جوجل أيرث مثلا نحسب المسافات ما هي المسافات من مكة إلى القطب الجنوبي 12373 كم إلى القطب الشمالي 7631 النسبة بينهما 1.621 حقيقة قريبة من 1.618 ولكن ليست بهذه الدقة ليست يعني بمساوية فعلا لهذه النسبة بذلك ثانيا أهم من هذا مش فقط أنها ليست يعني بالضبط 100% أهم من هذا أن هناك أماكن عديدة على الأرض تقع كل ما يقع على خط عرض مكة تقريبا 23 درجة ونصف تقريبا كل ما يقع على خط العرض هذا يحقق فعلا هذه النسبة بالنفس هذه النسبة بل هناك أماكن على الأرض تحقق هذه النسبة أفضل مما تحققه مكة فهناك أماكن كثيرة يمكن تبحث عنها جزر هاواي مثلا هناك أماكن في الجزائر هناك أماكن في السودان هناك أماكن في السعودية أخرى هناك أماكن في كثير من الأماكن في الهند في كثير من الأماكن تحقق هذه النسبة هذا الكلام يعني يعني عاطفي أكثر منه كلام علمي دقيق ثم لا يحتاج أن نرد على الأمثلة الأخرى التي ذكرت أن يعني اتجاهات مدرجات الإقلاع والهبوط للمطارات في العالم تتجه نحو المكة هذا الكلام يعني كلام سخيف لا يصح أن يكتب في أي مقال حتى لو كانت مقال على الإنترنت ويعني الأمثلة الأخرى التي ذكرتها من قبل مركزية الطاقة الكونية يعني عالم جيولوجيا يقول أن أول بقعة ظهرت على اليابسة في تاريخ الأرض هي مكة من أين عندك هذا الكلام؟ من أين أتيت بهذا؟ يعني إذا أتيت به من حديث وهناك فعلا حديث صنفه العلماء أنه غريب يعني طيب نحن لا نبدأ على حديث غريب ثم حتى لو أنه يعني هناك حديث يعني نحن نريد الأدلة العلمية أنت أستاذ جيولوجيا نحن علماء ننظر في هذا ليست لدينا أي معلومات عن أي مكان على الأرض كان هو الأول بل ليس هناك مكان أول كانت هناك يعني تغيرات بركانية تحدث بين اليابسة وبين المياه هذا الكلام منذ أكثر من أربعة مليار سنة وتغيرت ثم الأرض كانت تتوزع وتوسعت وتباعدت القرات عن بعضها وكان هناك استدامات بعضها يقترب بعضها يتباعد فلا يصح يعني أن يقول الناس مثل هذا الكلام ويقول انظروا هذا إعجاز علمي وتخصص له يعني حلقات على التليفزيون ساعة كاملة الإعجاز العلمي في مركزية مكة وتذكر مثل هذه الأفكار خلاصة يعني أنا أعجبني وقلت في البداية أن الدكتور حسن بصرة رحمة الله عليه كان قويا جدا في مقاله يعني سمى هذا الكلام المتاجرة بقدسية مكة المكرمة على أساس مهازل علمية هكذا بتعبيري هو يعني عندما يكتب لك ناس في مواقع الإعجاز العلمي بل أكثر من الناس الذين ذكروا هذا الكلام وكتبوا فيه وروجوا له وظهروا به على التليفزيون هم من دعاة الإعجاز العلمي ويقولون أن هذا الكلام صحيح بل عندما نقول لهم ليس هناك دليل يا جماعة يعني شخص يكتب ويقول هناك أشعة تصدر من البيت العتيق يقول له يا سيدي لم يحصل لم يصدر لم نرصد شيء لا يوجد ماذا يقول لك يعني ويكتبون هذا الكلام حرفيا يقول لك نحن نعلم أن الباحثين الأمريكيين يخفون حقائق علمية كثيرة هذا منطق يعني هذا هذه أساليب نناقش بها العالم نقول هي موجودة ولكن أنتم تخفونها وهي موجودة رغم أن في كل من يقول العكس أعطيني دليل لا تتهم الناس هذا ليس بدليل المهم يعني لا يصح ولا يحق في شأن مكة المكرمة وهي مكرمة ولا تحتاج يعني أن الدعية عليها مثل هذه الإدعاءات هي قبلتنا هي وجهتنا هي المكة المقدس لنا نحن نتمنى أن يوم من الأيام تعود حضارتنا إلى أوجهة ونكون نحن أسياد العالم وبالتالي نفرض أن يكون خط الطول المرجع هو الذي يمر بمكة ولا يمر بغرينيج ولكن ليس بإدعاءات مثل هذا المهم أردت أن أشير إلى هذه الفكرة من باب التدقيق العلمي من باب الصرامة من باب التصحيح من باب أيضا الإشارة إلى بعض من سبقنا بهذه الأفكار إن شاء الله تكونوا استفدتم شكرا لكم السلام عليكم